تتواصل بالعاصمة التونسية الأعمال التحضيري على مستوى الخبراء للدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية والتي تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والفنية يشمل جدول أعمال اللجنة العديدة من الموضوعات للتبحث بشأنها بين البلدين في مجالات التعاون الفنية والاقتصادية والاستثمارية مثل التعاون في مجالات التجارة والبترول وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك